يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد من مجلس النواب إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية والمقرر عقده خلال الفترة من الحادي حتى الثاني من سبتمبر من الفين واثنين وعشرين من المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي أن يلقي كلمة حول موضوع المؤتمر تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية وهو الموضوع المدرج على أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي لعام الفين واثنين وعشرين كما ستشهد أيضا مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي نشاطا ثنائيا مكثفا حيث سيجري لقاءة ثنائية مع أشقائه من رؤساء البرلمانات الأفريقية فضلا عن لقاء رئيس برلمان عموم أفريقيا ومن المقرر أن تتناول هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعضة والمستويات وذلك في ضوء الدور المصري الريادي أفريقيا واعتزاز الدولة المصرية الأصيل بانتمائها الأفريقية